حياة المخيمات حاضر يعيشه الملايين من اللاجئين على مستوى العالم لاجئون لم تتسع بلادهم لاستعابهم رغم كبر مساحتها الجغرافية لاجئون وجدوا بالمخيمات المكان الآمن لهم رغم قصاوة العيش بها فلم يلجأوا إليها رفاهية ولم يقبلوا العيش بها إلا على مضض وهروبا من قصوة الواقع أملين في مستقبل ينهي معاناتهم ويحترم إنسانيتهم المفقودة الأمم المتحدة من جانبها حددت يوم العشرين من يونيو من كل عام يوم اللاجئ العالمية تكريما للاجئين في جميع أنحاء العالم حيث ترى فيه وسيلة لتذكرة العالم بأشخاص يعانون أزمات لا طائلة لها فلا وطن ولا منزل ولا حياة ولا عمل ولا مستقبل لأطفال كل أملهم أن يهاجروا إلى مجهول قد يفقدهم الحياة مفاوضية اللاجئين أفادت في تقرير الاتجاهات العالمية لعام 2022 بأن الحرب في أوكرانيا والصراعات في مناطق أخرى فضلا عن التغيرات الناجمة عن المناخ أدت إلى نزوح المزيد من الأشخاص العام الماضي وهو ما يتطلب تحركا عاجلا للتقليل من أسباب النزوح واللجوء والتخفيف من وطأته أوضحت المفاوضية في تقريرها السنوي أن عام 2022 شهد زيادة في أعداد النازحين واللاجئين بمقدار 19 مليون ومائة ألف شخص عن العام الماضي وهو ارتفاع سنوي غير مسبوق أشار التقرير إلى أن الاتجاه التصاعدية في معدلات النزوح القصري لم يظهر أي تراجع عام 2023 بسبب اندلاع الصراع في السودان الذي أصفر عن موجات نزوح جديدة ليرتفع إجمالي عدد النازحين واللاجئين في العالم بحلول شهر مايو إلى مائة وعشرة ملايين شخص أكثر من 35 مليون لاجئ كانت هي الحصيلة التي أعلنتها الأهم المتحدة عن العام السابق في حين كانت النسبة الأكبر من الأشخاص الذين شردتهم الحروب من النازحين داخل بلدانهم حيث وصل عددهم إلى 62 مليون وخمسمائة ألف شخص شردوا بسبب العنف والصراع ذلك في وقت نزح فيه أكثر من 53 مليون شخص داخليا نتيجة الصراع والعنف نهاية العام الماضي في 59 دولة ومنطقة حول العالم خاصة أفغانستان وسوريا واليامن التي تعد من أكثر دول العالم التي تشهد أكبر عدد من حالات النزوح الداخلية كما أن سوريا تعد أكبر دولة عالميا من حيث عدد النازحين أسباب عدة تقف وراء تلك الظاهرة لعل من بينها العنف والحروب والصراعات وذلك قبل أن ينضم إلى القائمة غير المناخ إذ تعد موجات الجفاف الشديدة ودرجات الحرارة القصوى إحدى العوامل التي أدت إلى نزوح مئات الألاف في مناطق واسعة من العالم